قام الأستاذ عادل باع كابل مدير العام لمديرية الشحر ومعه مدير مكتب الأشغال العامة والطرق سعيد بن سحاق ومدير الهيئة العامة للتخطيط العمراني المهندس زاهر السكوتي بالتوقيع على الاستلام النهائي للمرحلتين الأولى والثانية من مشروع رصف شوارع حي السلام الممول من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع يوني بيس وتنفيذ مشروع الأشغال العامة بمحافظة حضر موت واستمع باع كابل من مستشاري ومهندسي المشروع لأن المشروع تم فيه مراعاة تصريف مياه الأمطار وغيرها من الجوانب الفنية متعرفا على مواصفات العمل المتخذة في تنفيذ المشروع الذي ساعد في العمل على إزالة الاستحداثات التي تعيق الشوارع الداخلية للمدينة هذا وأكد باع كابل على اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة لاستكمال تنفيذ مشاريع رصف الشوارع الداخلية للمدينة لما لها من أهمية في إطار شوارع المدينة وإظهارها بالمظهر اللائق الحضاري ترجمة نانسي قنقر